رغم صعوبة نقل مركب مصري عمره آلاف السنين أعلن فريق أثري اكتمال نقل مركب خوفه وترميمه بالمتحف المصري خطة عمل هندسية رافقت العمل الأثرية وشاركت بها شركات وطنية وعالمية دي المركب الحالية كل اللي اتعامل فيه السنوات السابقة ابتدى يتعامل مع جسم المركب ابتدى يتعامل مع جسم المركب هل نفكك المركب ولا هل نرفعها بمنطد ولا هل نقطع المبنى ونجرها أفكار كتير جدا جدا تعددت وفي الآخر فضل الإبقاء عليه عملية النقل استغرقت عشر ساعات للمركب الخشبية الذي صنع من الأرز وعثر عليه مغطى بنحو 41 كتلة من الحجر الجيرية ومفككا إلى نحو 6500 جزء رتبت مع بعضها البعض بعناية شديدة كان لابد أن يتم دفن الأساس الجنزي جنب الملك طبعا لأنهم كانوا بيؤمنوا بعملية البعث بعد الخلود وكان كلها أنه يحتاج الأساس الجنزي ده كله معاه هيساعدوا في العالم الآخر فطبعا كان دفنها بجوار الضلع الجنوبي للهرم سواء هي المركب الأولى أو المركب الثاني تم اكتشاف المركب عام 1954 على يد كمال الملاخ مع مركب آخر داخل حفرتين جنوبي الهرم الأكبر مركب ملكي مهيب استطاع الأثريون المصريون ترميمه ونقله للمدحف الكبير وبحسب علماء فإنه واحد من مركبين استطاع أن ينقل الملك خوفو قبل خمسة آلاف عام وفق الاعتقاد أنها لتنقله في رحلاته بعد الموت ووفقا للنظريات الأثرية بنيت السفينة كي تسمح للفرعون بالإبحار عبر السماء بعد وفاته كما أنها زودت بعدد من المجاديف لقتل الحيوانات والأرواح الشريرة محمد مبروك قناة الغد القاهرة